عاملين فيلم عن الكاتب صالح مرسي مين ما يعرفش صالح مرسي؟ دموع في عيون واقحة ورقفة الهجان والحفار والصعود إلى الهاوية فيلم وسائقه بيتناول حياة الكاتب وبداياته وأعماله السينمائية والأدبية المتنوعة بيعرض جواباته اللي بيحتفظ بيها في مكتبه وحقيقة لقبه اللي أطلق عليه رائد أدب الجاسوسية صالح مرسي يا جماعة هو اللي عرفنا بأبطال مصريين عملوا أعمال عظيمة لصالح الوطن الفيلم هيحكي حكايتكم أيضا الوثائقية من المقرر إنها تنتج فيلم جديد عن الأستاذ والأستاذ في عالم الصحافة هو الكاتب محمد حسنين هيكل هذا الكاتب الصحفي اللي تبوق مواقع إعلامية كبيرة احتفالا بمرور مئة سنة على ميلاده أما بقى أستاذنا ناجيب الرحاني الفنان المبدع المضحك الباكي اللي كلنا شفنا أفلامه وتأثرنا بيها وما نقدرش ننسى وهو دموعه بتطلع وليلة مراد بتغني ولو هو بيبص بقاسة اللي تحية كاريوكا في فيلم لعبة الست ولا غيره ولا غيره المتحدة للخدمات الإعلامية قررت أن تنتج فيلم عن الرحاني يعرض قصة حياته اللي تم نشرها في أحد مطبوعات دار الهلال أما بقى فرقة ردة ومحمود ردة فده حدث يعني فيلم يمكن الأجيال الجديدة ما تعرفش فرقة ردة فرقة ردة دي كانت بتمارس الفن الشعبي ومثلة مصر في مناسبات رسمية وأعياد الثورة وكانت بتسافر مهرجانات وكان فيها أعظم الموسيقيين الفنان الجميل علي إسماعيل وفيها الفنانة المبهجة فريدة فهمي وفيها محمود ردة اللي عمل رأس راقي شعبي متميز خلى المصريين يفخروا بهذا الفريق الوثائقية بتحكي حكاية فرقة ردة وأبطالها وكيف مارست هذا العمل واللي بيوضح إزاي أنشأنا الفرقة والاستعراضية اللي تأسست على إيد محمود ردة وتعتبر أول فرقة فنون شعبية ورأس في المنطقة العربية أفلام كتير فيلم أدم الشرقاوي وإحكاية أدم الشرقاوي ده بطل ولا مجرم أفلام كتير كل ده حنشتغل عليه في الوثائقية وأهم حاجة كمان أنه مع افتتاح الوثائقية أعلن عن أنه هيبقى فيه حوار مع إرهابي داعشي اليوم الحد الساعة تسعة هيبقى هذا الحوار المهم نقرب من الراجل ده ونشوف بيفكر إزاي وعمل إيه وهيحكي لنا إيه مهمة قوي نعرف الناس اللي بتحاربنا بتفكر إزاي وهو انفراد كبير للوثائقية ترجمة نانسي قنقر